سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين اللقاء ده هتكلم معاكم عن رؤية المذاكرة في المنام اللي بتدل للرأي على قوة الإيمان وهنقول أول حاجة كده مع بعض أن أي حد في الواقع كان مقبل على ارتكاب معصية بقى أسوأ كان رجل أو امرأة وابتعد عنها في الواقع وشاف رؤية في المنام أنه قاعد بيذاكر في الرؤية دي دي لاله ليه أنه هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبيخاف الله أكتر من الخضوع إلى نفسه الأمارة بالسود وكمان هنقول بقى أن أي حد يشوف رؤية في المنام أنه كان قاعد بيذاكر وكان وهو بيذاكر كان قاعد بيبكي فالرؤية دي دي لاله ليه على قوة إيمان وحب وخوفه من الله سبحانه وتعالى وكمان دي لاله ليه على حب الله ليه وإن ليه مكان عالي عند الله سبحانه وتعالى طيب وهنقول كمان بقى اللي يشوف رؤية في المنام أنه هو بيذاكر وبيقول في الرؤية أنه هيذاكر السنة دي مش زي كل سنة وانه هو هيذاكر اكتر من كل سنة فالرؤية دي هتكون دلالة ليه انه كان في فتنة كبيرة جدا والدنيا كانت واخداه وكان بعيد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى وانه في القريب هيتوب لربنا سبحانه وتعالى وانه ايمانه هيكوى وهيزيد والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله